بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم اهلا امبارح وانحنا بنصلي الفجر كانت درجة الحرارة في المسجد جوه 13 درجة مئوية تمام اذا فبرة بنشوف على الجهاز كانت درجة الحرارة 5 و 6 تمام طيب ان عندي انخفاض شديد في درجة الحرارة تمام مع ان احنا كنا بنقول الصيف مكمل معانا وما فيش شتة السنة دي وان الصيف بقى يكمل شهر 5 معانا والسنة كلها تبقى صيف وفجأة كده سبحان يعني مغير الاحوال ربنا سبحانه وتعالى ارادوا درجة الحرارة انخفضت انخفاض غريب جدا بالليل مش بالليل بس ده حتى بالنهار درجة الحرارة منخفضة تمام الانخفاض يجمع في درجة الحرارة دهوت مع الازلام الشديد اللي هو تقريبا يعني بيديلك 13 او 14 ساعة ظلام تمام اتنين من العوامل اللي هما مؤثرين جدا في نمو النبات بيتعرضوا لانتكاسة اول حاجة درجة الحرارة او تاني حاجة ضوء تمام طب النبات هيحصل له ويحصل له برضو انتكاسة تمام الانتكاسة دي هتكون فيها جماعة هتكون في الانتاجية بالنسبة للخيار الكبير وهيكون في النمو نفسه بالنسبة للخيار الصغير او اللي عمره يعني لم يتعدى العشرين يوم او الخمسة وعشرين يوم هتلاقي فيه انتكاسة تمام الانتكاسة في النمو وفي الانتاجية تمام طيب في الحالة دي هتجمع المفروض هنعمل ايه تمام رائب الخيار بتاعك كويس تمام وحاول ما تفتحش البيوت بدري تمام طيب اذا حصل توقف للنبات لازم بالنبات الصغير لازم ندعم بتسميد يوريا يعني على الاقل بدي تلاتة جرام يوريا للنبات ده في حالة افهم كلامي كويس عشان ما تعقش ده في حالة من النبات عندك كان فيه تقزم ووقف تمام لو النبات توقف عندك وفيه تقزم تمام يبقى لازم نستخدم ندخل زيادة في الأزوت شوية بالنسبة للخيار الصغير مش الكبير هتعمل ايه هنبدأ نسمد في حدود يعني 3 جرام يوريا طيب النبات ماشي معك وكويس ومنطقتك كويسة وانت في وسط بيوت او في وسط بلاد لان في حاجة اسمها المناخ الموضعي تمام يعني اللي زارع في الجبل مش زي اللي زارع جوه في الأرض الطينية او اللي هو في جوه البلاد يعني الجوه اكيد دافي عن الجبل شوية تمام بالنسبة للنبات بتاعك ماشي كويس خلاص ما عندك مشكلة خلاص ممكن تدعم بس برش شوية أحماض أميني طيب بالنسبة للرش طيب بالنسبة للنبات اللي واقف بقى او الحركة بتاعته بطيئة انا عن نفسي هبدأ من بكرة اضيف يوريا لان النبات عندي صغير لسه زارع تمام هبدأ يوريا ادعم وهدعم كمان بايه بأحماض أمينية دعم باليوريا وهدعم برش بالأحماض الأمينية واليوريا هتبقى في جزور النبات من تحت تمام تسميد أرضي يعني تمام او عن طريق الريب الطنقية تمام طيب بنيجي بعد كده طيب لو الأمور سائت خالص سائت الأمور خالص بس هنبدأ ندخل بحاجة زي المنشطات زي حاجة زي الأكسينات هنبدأ نجيب حاجة فيها أكسينات ونبدأ ن رش ومرة أكسينات ومرة أحماض أمينية المهم نحاول نحرك النبات ونوصله ان هو يبدأ ينتج تمام النبات لو بدأ ينتج كويس تمام او حتى وصلته لحتة الانتاج فأعتقد طالما حاجة من الاتنين لان هي نسبة اختناسب او يعني لعبة القط والفار بمعنى اذا كان عندك انتاج قليل وعند الناس كلها انتاج قليل اكيد فيه أسعار كويس تمام في الشتاء ده شيء متفق عليه يعني طيب لو فيه لان الخيار الشتوي احسن حاجة تنظم السوق هي الخيار الشتوي ده بنظم السوق قوي غير الخيار الصيفي ارمي 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 كله والدنيا بتتعكو كلها وممتعرفش الايه الانتاجيات يعني راحها فين ولا تعرف السوق في راح فين اما خيار الشتوي هو بنظم حاله بحاله حتى لو كيمات كبيرة شوية الا بيظلم واحتفظ بيه الاسعار بتاعته لان الانتاجيات الكويسة بتقتصر على الناس اللي هي تشغالها شغل كويس تمام دي اول حاجة التاني حاجة على اللي يقدر يحافظ على النبات بتاعه تمام طيب لو لقيت بقى فيه يعني فيه تقزم بقى والدنيا واقفة معك خالص يبقى للأسف شديد بقى هقول لك انك لازم تحط ترش السيتوكينين مع مرة هتبدأ تستخدم جيبريليك اسد وانت مضطر يعني تمام زي المضطر انه هو يأكل الميت والدم ونحمل خينزير بقى يعني ده للأسف لازم لازم تدخل في القصة دي ده اللي حابب اقوله بالنسبة للبرد تمام حاجة مهمة جدا تاخد بلك منها جماعة او تاخدوا بلكم منها تمام المبيدات الفطرية المبيدات الفطرية طرح ما الامر ما يستدعيش متن ماكش ترش مبيدات فطرية على الفاضي والمليان لان المبيدات الفطرية وخصوصا عائلات زول بالذات تمام او المبيدات الفطرية عموما فيها مشكلة مشكلتها ايه مشكلة المبيدات الفطرية ان هي زي ما بتصبط عمل الفطر برضو بتأثر او بتصبط في النبات شوية تمام او بتوقف النمو بتاع النبات شوية تمام فعشان كده ما تعملاش إصراف في بالاش إصراف في التسميد او في الرش بالموبيدات الفطرية عشان هتعمل لك شوية مشاكل تمام رش الرش العادي طالما الامور ما تستدعيش ان انا يعني يعني ما عنديش امراض تستدعي ان انا ارش كل يعني على فترات متقربة لغما الامور بتاعتك ماشية حاول تخف من الرش لان الموبيدات نفسها بتوقف النبات بالاضافة الى الاستخدام بالاضافة الى الدرجة الحرارة المنخفضة والظلام الكتير فأكيد طبعا هتحصل لك شوية مشاكل فعلشان كده جماعة بنقول يعني نسمع بس الكلمتين اللي احنا قلناهم دول وان شاء الله باذن الله امورك بتبقى كويس بالاضافة طبعا بتحاول تنظم درجة الحرارة والتهوية برضو جوا البيت بتاعك نظم درجة الحرارة بايه؟ بانك ما تفتحش البيوت بدري طالما الامور مش مستدعية ذلك يعني انا ما روحش الصبح افتح على طول لا استنى شوية حتى لو في رطوبة جوا ما فيش اي مشكل خالص استنى لما الشمس تطلع وتبدأ تفتح مين الناحية الجنوبية للأبواب او الناحية العكسية لهبوب الرياح ايا كنت في اي بلد يعني بتكلم عن بلدي مصر تمام افتح الأبواب الجنوبية وبعد كده بعد فترة بتبدأ تفتح الأبواب الشمالية وكده بتبقى يعني بدينا ان احنا نعمل طرد للرطوبة المتكسفة على البلاستيك وعلى النبات الماء الحر اللي بيبقى موجود على أوراق النبات وبتفتح الهوايات بتاعتك وتحاول بعد العصر على طول بتقفل الأبواب بتاعتك عشان تحتفظ بشوية الحرارة اللي اكتسابتهم الطربة بتاعت البيت احتفظت بيهم لفترة يعني لحد نص الليل كده والحاجة تصبح البيت يكون في حدود الدراجات المعقولة يعني اللي متسببش مشاكل كتيرة للنبات شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته